دشنت الإدارة العامة للمرور خدمتين مروريتين جديدتين ضمن أهداف التحول الشامل للخدمات الإلكترونية وتعزيز الشفافية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي بوزارة الداخلية تطلق الإدارة العامة للمرور خدمتين إلكترونيتين تتيح عرض نموذج رخصة السياقة وملكية المركبة إلكترونيا من خلال تطبيق الإدارة العامة للمرور إيترافيك للهواتف الذكية حيث يمكن للسائق الاستغناء عن حملهما أثناء قيادة المركبة بالإضافة إلى خدمة إصدار تخويل المركبة بالتعاون مع شؤون الجمارك للسفر برا عن طريق جسر الملك فهد ضمن أهداف التحاول الشامل للخدمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ الشفافية على أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات عبر مختلف القنوات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وطريقة آمنة وسريعة عبر تطبيق إيترافيك تطبيق المرور تم توفير أكثر من 30 خدمة إلكترونية مختلفة وآخرها كان خدمة التبليغ عن حوادث البسيطة المتصالح عليها بالتعاون مع شركات التعمين في مملكة البحرين استحدثت الإدارة خدمتين وهما عرض نموذج لرخصة السياقة وملكية المركبة إلكترونيا عبر تطبيق إيترافيك لهواتف الذكية وهو تطبيق المرور والاستغناء عن حملها أثناء القيادة وبخصوص الخدمة الثانية هي إمكانية إصدار تخويل للمركبة بالتعاون مع شؤون جمارك بوزارة الداخلية وهو تخويل رسمي يتيح للمالك إمكانية السفر عبر جسر الملك فهد حيث بلغ عدد التخويلات في سنة 2020 حوالي 34 ألف تخويل وكان لجراء في السابق كتابة تخويل ورقي وأرفاق نسخة من الأوراق الثبوتية والبطاقات والتأكد منها أما الآن يمكن إصداره في خلال دقائق من خلال التطبيق المرور إيترافيك والتأكد من صحته عن طريق قراءة المعلومات بنظام الباركود يأتي ذلك بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من إجراء معاملاتهم المرورية بسهولة وبطريقة آمنة وسريعة لمواكبة خطط التحول الرقمي على مستوى كافة القطاعات الحكومية بالمملكة ترجمة نانسي قنقر